متشابهات ومرادفات رفقت أزمة الصراع السياسي في العراق طغى طابعها الأعمة كما وصفها لسان رئيس حكومة 2016 باستغلال نظام الحصص العرقية والطائفية وتعيد الطبقة السياسية معركتها كما يعيد التاريخ ذاته في 2016 حاولت الحكومة تشيد هرم سياسي جديد يبنى على مبدأ التكنقراط بقائمة تضم 14 اسما لتخليص الوزرات مما يشغلها حتى اليوم من بيع وتقاسم ونزاع على حصصها وحقائبها ومناصب مدراء مكاتبها أنذاك أيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة التكنقراط فيما عرضها طرف آخر من البيت الشيعي توالت الانسحابات فكان الإجهاض لولادة تكنقراطية حليف التجذبات السياسية أنذاك القصة ذاتها تكتب باختلاف التاريخ والأحداث في 2019 طالب الشارع التشريني بانتخابات مبكرة لإنتاج حكومة تبتعد عن المحاصصة والتوافقية إلا أنها وبعد خوض معركة شرسة قادها الحركة تشريني وموجة سياسية عنوانها حكومة أغلبية قادها الصدر إلا أن المشهد في العراق يعود إلى نقطة الصفر في إحداث تغيير بالنظام المحاصصي السائد عرفا ونهجا فيما بعد 2003 لدرجة يقدرها رموز الخبرة السياسية في بغداد بما يشبه نشوة النصر التي تعيشها قوى التحاصص على التشرين والصدر ولكن هذه المرة بنفوذ أشرص للتحاصص العلني وأمام الأنظار الذي وصل الحديث عنه في غرف سياسية مشرعة أبوابها لا تتحدث في الظلمة بل ترجح أسعارها لبعض الوزرات التي وصلت إلى قرابة 75 مليون دولار وفق تصريحات هنا وهناك وقد تحطمت توقعات الحراك التشريني أو حراك الصدر إن صح التعبير بإنهاء زمن المحاصص على الأبواب الكتل السياسية المسيطرة على مشهد صناعة الحكومة المقبلة لا بل إن رؤية مرشح الإطار التنسقي المكلف بتشكيل الحكومة هو الآخر أيضا يواجه صراعا لم يمكنه من الانتقاء وفق الكفاءات وهو ما يعقد إجراء عملية سياسية ناجحة قد يخفق رموزها من جديد في ورقة الفرصة الأخيرة للنظام السياسي المعهود منذ عشرين عاما أما محاولة إرجاع كلمة المفقودة كان اسمها التكنقراط أو حكومة غير خاضعة للتقسيمات الطائفية والأرقية قد لا يجدها الشارع العراقي اليوم سوى في محركات البحث العالمية ترجمة نانسي قنقر